موضوع 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 مهم جدا بالنسبة للجراح مش بس لنايب الاشاعة او اخصائي الاشاعة لانه السيتي من الحاجات اللي قدر توري الجراح الابدومنال كافتي من جوه شكله ايه قبل ما يعمل بتاعه هي قدر يعمل ديارنوزز هي قدر يعمل بلاننج صحة للبروسيجر اللي هيعملها الحاجات دي كل الحاجات دي ما كانتش متاحة جدا قبل السيتي بالزيد يمكن السيتي من الحاجات اللي اكتر حاجة بتخلينا فكر فيها اول ما باسمع الكلمة السيتي او اول ما شوفته اللانشون وده اللي خلينا نبدأ هنا بصورة اللانشون ده الحقيقة هما نفس البرنسبال بالضبط اكيد حد منهم خاد الفكهة مالتاني سواء قطعت السيتي او قطعت اللانشون او جاز السيتي لان الاثنين بيحولوا كتلة لسلايسز وعن طريق السلايسز دي بنقدر نشوف شكل الكتلة صح ده ده يمكن المبدأ الاساسي الى السيتي او او نبدأ نتنقل البرنسبال بتاع السيتي كراديولوجي ده شكل جهاز السيتي متىلي اكيد كتير من انا شوفوه قبل كده هو بيتكون من الجهاز اللي فيه تيتوب والديتكتورس بتاعته والترباز الموفابول اللي عين بقي موجود عليها لو أريد أن نرى طوصيل الموضوع أكثر سأقوم بعمل جهاز X-ray عادي جداً يمكن أن يختلف عن جهاز X-ray في البرينسبال لأنه برضو وفاكته أنه يوجد تيوب X-ray لا، هذا اللون ليس سنقوم بعمل أصفل تيوب X-ray وفي تيوب دي بتعمل الأشعة بتاعتها في الاتجاه ده بدل ما نستقبلها على فيلم، نستقبلها على البيم ترتيكتور ده اللي هو أجهزة SENSORS بتحول الصورة دي لديجتال بدل ما كانت الفيلم بتاع الأشعة العادي بتاعنا لكن هما نفس المبدأ الحقيقي لو عايزين نشوف الموضوع ده بتفاصيل قطة شوية نعمل صورة الاسكماتيك دي هو ده نفس المنظر، ده تيوب الأشعة وده العيان وده البيم بتاعت الأشعة العيان ده صورة مقطع طبعاً البيم ديت بيستقبلها الجهاز على ديتكتورز وبيبدأ يلف التيوب بتلف والبيم بتلف قصاده عشان ياخد العيان من كل الزوايا بتاعته ومن هنا يبدأ الجهاز بقى يحول الصورة دي لصورة دي جتال يعمل لها برجيكشن على صورة الستي اللي احنا بنشوفها طب ايه الأوتكم اللي بنشوفه من الستي؟ الأوتكم الصورة اللي كلنا متعودين عليها هي الصورة دي اللي هي الصورة المقطعية من الجسم اللي هي الشرائح ممكن عن طريقة نشوف مقطع في الجسم أكننا قطعينه بالضبط بسكينة شرب وباين فيه الأورجنز اللي جوه هنلاقي مثلاً دي الفرتبري وهنلاقي الليفر وهنلاقي الجول بلدر وهنلاقي الكيدنيز وهكذا طيب على أي أساس برضو بنقول إن دي الكيدني ودي البون وهكذا من الحاجات المهمة قوي فيها الدنستي بتاعة الحاجة الأورجن نحنا بنشوفه يعني مثلاً البون هيبان لونه أبيض ساطع زي اللون ده كده زي البادي بتاع الفرتبري وزي السباين وزي الحاجات ده ليه لأن هنا الأشعة أو اللي عملنا لها هنا معدتش منها خالص فزي بظبط نبدأ الفيلم الأشعة العادي الفيلم فضل سريم وما تحرقش ففضل لونه اللون الأصلي اللون الأبيض لكن الأير على العكس زي الأير اللي في السطمك هنا أو نفس المكان هنا أو في لوبس الانتستن اللون الأسود الغامق ده لأن هنا مفيش حاجة حجزت خالص الأشعة فعدت بشكل كامل في حرقة الفيلم بقى لون الأسود خالص بين الأسود خالص والأبيض الفائع ده في درجات يعني مثلاً السولد تشوز بقى زي الليفر هنلاقي لنا بالمنظر دوت الفيليود الجوة لونه مختلف شوية البانكرياس هنا وردها ضاي لأن هنا تحطى الأبدومن الأورطة بين هو في ضاي فدي من الحاجات اللي ممكن كلها تختلف يعني في شكل بتاع التشوز منها فالتشوز مختلف فبترسم لنا التشوز مختلف بس هل هي بس دي الصورة اللي ممكن ان احنا ناخدها من السيتي لا الحقيقة كمان في منظر تاني السيتي بيقدر يغير هنا اللي هو الأجزيل المنظر الأجزيل بها شايفين زي ما يكون عاملين في البادي برضو هنا شايفين وشايفين دي السيتي بيقدر يعمل لها على الشكل الجديد ده الحياة السيتي التكنولوجيا موقفتش عند كده وصلت كمان انه يقدر يعمل لنا منظر ثري دي زي اللي احنا شايفينه ده البادي وبهو هنا مركز على بيعمل حاجة زي ما تشو سبستراكشن سوري ان هو مبايد لنا البون والبلادر واليوريترز والرينا البلفس مباينهم بس وعمل لهم شكل ثري دي اللي احنا شايفينه ده عن طريق الكمبيوتر طبعا زود كمان عن كده انه قدر يعمل لنا المنظر الملون ده طبعا الالوان دي مش حقيقة دي برضو عن طريق تشو دينس دي الكمبيوتر بيدي الكل تشو دينس دي مختلف اللون مختلف فيبدأ يبيننا الصورة اللي ممكن تكون بالالوان دي فيه استخدامات تانية للسيتي زي الستي انجيو او الانجيوغرافي وهنا الحقيقة منظر جميل جدا الابدومن على ورطة وطالع منه فالحقيقة دي برضو من الحاجات اللي يعني المفيدة جدا للسيتيز انه الابدومن بشكل واضح جدا وبشكل ممكن كمان تترسم لوحدها من غير التشوز اللي حواليها من الحاجات برضو الموجودة والمتوفرة الحقيقة دي كل ده متوفرة حتى في مصر يعني مش مش تكنولوجيا صعبة ولا حاجة اه من الحاجات المتوفرة الوقتي هو ده نفس المنظر بالضبط اللي بيشوفه كولونسكوب العادي ده مقطع بتاع زي ما احنا شايفين واكني ماشي جوا الكولون عن طريق السيتي اللي قدر يعزل التشوز تحت الكولون ديت ويعملها بروجيكشن لوحده عن طريق الكمبيوتر بس طبعا ويفرق عن الكولونسكوب العادي انه مش هيوارينا شكل الميكوزة او بس بيوارينا الحدود الخارجية لكن طبعا اللون ده كله مش نون حقيقي ده ده الشكل بس اللي هيبان لو فيه ليجن ممكن يبان لو فيه بولب لو فيه ماس هتبان لكن شكل الميكوزة ايه لو انفليمد او مش انفليمد او ده صعب طبعا يبان ومحتاج هنا برضو الكولونسكوبية مشكلة تانية فيه برضو دبعا ما بياخدش مش هينفع نفع نفع بيه بايوبسي لكن الميزاته انه انه ليس انفيزيف بكتير ما فيش كولونسكوب ولا بيحتاج انسيزيا ولا حاجات زي كده طيب برضو عشان نتكلم عن الستي البرنسبلز اللي رؤسي بتاعته هنتكلم عن الكنترست الحقيقة انا ممكن اعمل سيتي خالص ما بديش اي سابغات وبيوارينا برضو صورة واضحة ممكن اعمل كونترست بس يا اما عن طريق باريام يا عن طريق مية حسب انا عايز اشوف الميكوزة ولا عايز اشوف اليومن بتاع الجي اي تي يا اما بعمل اي في كونترست بس عايز ارسم الفيسلز وهنا ده بيعمل انجيوغرافي او الترافيزيك ستي برضو اللي هنتكلم عنه اكتر لما نجي نتكلم عن الليفر ده عن طريق اي في كونترست او عن طريق بوث انه نعمل اورال و اي في كونترست مع بعض هيمكن كل ما نتكلم عن اورجن في الستي هنتكلم عن تفاصيل الكنترست اكترين مهم وانا بطلب ستي اكون عامل في حسابي ان في بريكوشنز ان الستي مش حاجة سهلة ومطلب ما استسهلش ان اطلب ستي لأي حاجين ليه الحقيقة اول مشكلة عندي هتبقى رادييشن ان الستي خمس اضعاف اه سوري مية ضعف رادييشن بتاع الاكس راي العادية طبعا هي مش من مرعين يعني ما قداش نقول دي توكسك دوز ولا حق لكن ما قداش اعمل ربيتد ستيز او مش مستحب ان اعمل ربيتد ستيز ادي اول هازرد بعرض لعيندي تاني هازرد و يمكن هو المستبرمننت يعني النفروا توكسك كونترست هيا الدائل البنتستخدمها دي التحقن ا في ايفي دي الحقيق المعظمها او هي متحطابها النفروا توكسك دائل ما بتأثرش على البيشنج النورمال لكن هتأثر على البيشنج اللي فيه مشكلة مشكلة رينال لشان كده دايما من داتوي لازم اكون واحق اعمل سيروم كريتينين قبل الاستيتي ولازم يكون اقل من واحد ونص لاثنين حسب البروتوكول بتاع المكان اللي انا فيه يعني فيه مستشفيات او مراكز اشعر بتقول ان ما بعملش اكتر من واحد ونص او اثنين المهم ما بزيتش عن كده طيب وده برضو بالمناسبة من الحاجات اللي بتخلي الكريتينين من الحاجات المنداتوري اللي بتتعمل في اي حالة او اي حالة عشان هشوف اللي احتاج تعمل في اي وقت اكون عارف الكريتينين كان طب لو الكريتينين عالي هعمل ايه لق ليه حلول اما حاول اتصرف وعمله وزاو كونترست خالص اما ممكن اعمله بس ودياليسيز بس لازم يكون عارف ان فيه مشكلة في النقطة ديات وعرف هيمانش فيها ازاي مشكلة تانية مع مشاكل الاوبستي ان الترابيزة بتاعت الستيل اللي احنا شبناها في الاول دي مش هتشيل اي عيان والفتحة اللي في الجهاز اللي هيعدي منها ديات لها ديامتر معين ما تستغبوش ان فيه عيانين ديامتر بتاعتهم اكتر السوبر اوبيز اللي ممكن بتاعتهم يوصل لسبعين وخمسة سبعين والويت ممكن يوصل لبتين ومتين وخمسين وهكذا ما هيبقى صعب جدا على جهاز سيتي رابع حاجة افكر فيها وبالزاد في حالات الامريجنسي الديلي السيتي هياخد وقت لو انا بتكلم في حالة ترومة وانا دياجنوز ان فيه بليدينج او سواء بوست اوبريتف او او بوليترومة او كده وعايف ان انا خلاص اعمل هنا مفيش داعة انا بعمل بس هيبقى صعب كتير وهيديني نفس النتائج لو فيه او بلاد او كده هيبين اخر حاجة بفكر فيها السيتيم لسه من التكنولوجيز الغالية واللي مش يعني ما عملوش وانا مش محتاجه اوي عشان طبعا ما كلفش العيان وما كلفش الدولة كل العيان ده مش بس على دلعيان حتى لو تأمين صحي او كده لازم ما يكون انه بطلب اخر حاجة نتكلم عنها النهاردة اللي هي راديولوجي 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 الحقيقة هو انت لما بتطلب راديولوجي انت مش بتعمل اختبار لدكتور الاشعة بالعكس انت عايز تساعده علشان يقدر يديك الداتا اللي انت عايز ففي بازيك داتا طبعا اسم العيان هنقول له العيان ده فلان الفلاني فلاني عنده سي خمسة وعبعين سنة هو ميل دي بازيك داتا مهم او يقول له البروفيشن دياجنوزي انا ليه بعمل الستي دوت انا نشاكك في ايه مثلا مثلا العيان دوت في هباتيك ميس او هباتيك فوكال ليجن فبقول له ان ده في هباتيك فوكال ليجن كان دياجنوزد باي بريفياس بريفياس ألترا ساوند مثلا اكسدنتلي مثلا العيان كان بيعمل الواتين التاساوند ده معظم من الهبات السيليا كالسينوه مثلا بتقدر يجنوز بالشكل ده طيب هبقى محتاج منه ايه محتاج سيتي ابدمين اند بيلفس ودي من الحاجات اللي ياريت ما اننساهاش ان ما انطلبش ستي ابدمين بس لان غالبا البيلفس ممكن يكون فيه تاني بذات لو كانت الماسس دي متاستاتيك هتبقى مزد مني ولو ما طلبتهاش مش هيعملها اه طيب ده ال ال بتاعي زي ما قلنا اعصر ان كتبتها غلط هو هيبقى هل ستي ابدمين اند بيلفس وديت اقول له عملهولي ترايفيزيك عشان اه اشوف بتاعت الماسس اللي في هنتكلم عنها اكتر لما نتكلم عن ال نوت اقول له مسلا ال ده دي خلي بالك ممكن يكون فيه اه اه انا طبعا عمل له السيروم كاريتانين بس اكتر شوية وفي الاخر والتاريخ النهاردة كامل هيخط دكتور او ريكوست بقاط الدكتور دي العناصر الاساسية اللي ما ينفعش اعمل ريكوست راديولوجي من غير ولازم تكون واضحة جدا بالذات ال وانا عايز اي بالضبط اه ممكن مسلا لو في بنكريات اكماس انا اعرف انها بنكريات اكماس او او اعرف اعرف علاقتها بال او او في الجزء المعين او او اعلم بالذات لو بنكريات اكماس وهكذا برضو هنتكلم بالتفصيل عن كل او 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 شكرا جزيلا